الاب والابن الروح قدس الله الواحد أمين فالتحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين إنجيل النهاردة إنجيل معروف مشفور بنقرأه إمتى بنقرأه في صلاة الغروب بنقرأه في صلاة الغروب اللي هو شفاء حمات سمعين أنا نهاردة مش هتكلم عن الإنجيل لكن هتكلم على مزمور الإنجيل بتاع النهاردة وهتكلم على كلمة واحدة بس في المزمور هو المزمور كله بيقول إيه صادقة هي معونتي من عند الله يعني المعونة اللي ربنا بيبعثها الحد أو المساعدة اللي بيبعثها الحد هي صادقة يعني ربنا لما ويوفي أن يساعد حد أو يوقف جنب حد عمره ما إيه؟ ما يسيبه المنجي المستقيمين في قلبهم ربنا بينجي مين؟ الإنسان المستقيم في قلبه إنما الإنسان اللي القلبه فيه عوجاك دوت ربنا يبص عليه كده يقول له طب أنا أجيلك كده ولا أجيلك كده يعني نجيك من إيه ولا من إيه ولا من إيه ولا من إيه ولا من إيه لأن أنت ماشي إيه يمين وشمال إنما اللي ماشي مستقيم دوت القلب ومستقيم القلب مع ربنا ربنا إيه ينجيه الله قاضي عادل يعني ربنا يعطي معونا ربنا يعطي نجاه لكن في الآخر خالص هيبقى إيه؟ هيبقى قاضي وقاضي عادل كلنا هنقف قدامه في اليوم الأخير نحاسب حسب عملنا يقول لك تعالي حبيبي أنا اديتك من روحي اديتك أسرار اديتك تاخد جسدي ودمي اديتك إنك تعداري في التوب اديتك كلامي في الكتاب المقدس اديتك إنك توقف وتتكلم معي استخدمت ده إزاي؟ عملت بي إيه؟ فين صمرك؟ كلنا هنقف قدام ربنا في اليوم الأخير الله قاضي عادل قوي وطويل الروح أنا هكلمكم النهاردة على موضوع طويل الروح ده طول الأناة واحدة من أجمل صفات ربنا كل صفات ربنا حلوة جميلة لكن موضوع طول الأناة ده مهمة قوي الله طويل الأناة ليه رب أنت طويل الأناة؟ لأن ربنا رحوم وحنين وعاوز يغفر خطينا ربنا عاوزنا كلنا عشان كده ربنا بيطول أناته علينا ربنا صابر علينا ربنا صابر علينا النهاردة؟ لأ ده صابر علينا من بدري قوي لما نمشي كده مع تعاملات الله مع الناس نبتدي من العهد القديم نلاقي أول تعاملات مع ربنا مع الناس كانت صعبة كان شعب بني إسرائيل شعب بني إسرائيل كان شعب الصالب الرقبة شعب مش سهل ربنا اداهم موسى يقول لك وكثيرا ما تعبوا موسى يعني موسى تعب كتير قوي يقول إيه وكان إيه حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين هم على وجه الأرض يعني رغم أن موسى كان شخص حليم صبور لكن شعب بني إسرائيل كان شعب قاسي صلب الرقبة ودي حاجة جميلة نهاردة نتكلم عن طول أنا وقولوا أن موسى كان حليم جدا كان حليما جدا أكثر من جميع الناس طيب جبت منين يا موسى الطول الأناه دوت من ربنا كانت طماطف قريني لها مقولة حلوة قوي يقول لك اللي يعب مع ربنا كتير ياخد من صفاته يعني إيه يعني الإنسان اللي يعب مع ربنا في الصلاة ويعب مع ربنا في كتاب المقدس ربنا يديله وينعم عليه من صفاته فتلاقيه شخص هادي بشوش طويل الأناه إنما إحنا ليه مش طوال الأناه ليه بنغضب بسرعة ليه بنضايق بسرعة ليه أي حاجة تهز سلامنا بسرعة لأن إحنا مش واخدين كفاية من صفات ربنا ما بنعودش مع ربنا كفاية ما بيديش للإنجيل وقته ما بيديش للصلاة وقتها كل حاجة بسرعة عشان كده مش عارفين ناخد من صفات ربنا نحمي النبي يقول إيه أباؤنا صلبوا رقابهم الكلام على شعب النسر يقول ولم يسمعوا وصياك وأنت إله غفور حنان رحيم طويل الروح لم تتركه رغم أن أباؤنا رغم أن شعب النسر يقول رغم أن أباؤنا كانوا رقبتهم صلبة شعب عنيد ما سمعوش لكلامك يا رب لكن أنت إيه إله إيه غفور حنان غفور حنان رحيم ففي الآخر تؤدي إلى إيه إلى طول أنا يعني اللي بيبقى طويل الأناه أو طويل البال أو بيصبر على حد لازم يكون بيحبه لازم بيالتمسطه العذر لازم يكون إنسان حنين إنسان وديع إنسان لطيف فبالتالي عنده طول أنا إنما لو ما عندكش طول أنا يبقى ما عندكش اللي فاتوا دول كلهم يعني فاش تبقى إنسان محبه ما عندكش طول أنا لازم بدان بتحب لازم يكون عندك طول أنا بدان عاوز تغفر وتسامح يبقى لازم يكون عندك طول أنا طيب ليه ربنا طويل الأناه يعني ليه ليه يا رب أنت مطول أناتك علينا ليه مستني علينا علشان إيه علشان نتوب علشان نتوب ده ساعات ربنا يمد في عمر الإنسان ويخليه عيش وقت كبير ليه يا رب بتاعمل كده يقولك مستنيه يتوب لسه مش عاوز لسه مش عاوز مش مش كويس عمالة ديله فرص فمش عاوز فربنا بيطول أناته عليه علشان يتوب كان نتوب الأنبى مخايل يقول قوله جميل أول نتوب الأنبى وخليه كان من السواح كان حد قديس أول يقولك الله أعطى لي عمرا لكي أتوب أنا كل ما كنت أسمع جمع دولي يا خبر تتوب تتوب إيه ما نحنا بنعمل إيه يعني كان شايف أن ربنا مطول في عمره علشان هو حاسس أنه لسه مش تايب وكان قديس عظيم كان عايش في وسطينه بس شايف أن طول أنات ربنا عليه ووقته وعمره الكبير ده عشان ربنا ما تدي له فرصة لسه يتوب يقولك أنا لسه ما توبتش عشان كده في رسالة روميا يقول القديس برسول رسول إيه أما تستهين بغنى لطفه وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتدك إلى التوبة سعب نستغل لطف الله وطول أناته ده غلط سعب نقول إيه للسه بادري لا مش لسه بادري ولا حاجة يقولك لما أكبر أبقى أروح الكنيسة لما أكبر أبقى توب لما أكبر أبقى أتريف مين قالك أنك تجبر مين قالك أنك تفضل قاد لحد ما تجبر بالعكس ربنا يفضل ساتر عليك ومطول أناته عليك لألا إيه علشان ترجع والتوب تعالوا نشوف أمثلة صغيرة كده لطول أناة الله أول مثل ممكن نستخدمه في الموضوع ده فرعون في العهد القديم الله أوصى موسى وقال له روح لفرعون وقول له يقول لفرعون يطلق شعب إيه ليعبدوني في البرية ففرعون كده بص له قال له ليه يطلق شعبك ليه يعني دول عبيد عندي بيشتغلوا عندي أسيبهم ليه لأ فبدأ ربنا يعمل إيه يطول أناته على فرعون ويبدأ يمشي في ضربات واحدة وراء واحدة يضربوا ضربة فيرجع فرعون يقول له لا خلاص هسيبه يقول له طب خلاص ربنا يشيل الضربة يقول فرعون يرجع في كلامه ما ربنا طاقيني يطول أناته عليه يرجع يدي له ضربة تانية والتالتة ويرجع فرعون يقول طب خلاص أنا لو أنتو شل اللي يقول للموسى لو قلت ربنا يشيل الضربة أنا هرجع هطلق الشعب وبعدين ربنا يشيل الضربة بعد كده فرعون يرجع في كلامه تاني نحن سعب نعمة ربنا كده ربنا يسطر عليك في موضوع واثنين وثلاثة ويطول الأنات وعليك في موضوع واثنين وثلاثة وإنت برضو إيه مش عايز تيرجع عايز تفضل في حياتك زي ما أنت عايز تفضل في خطتك زي ما أنت مش عايز تتوب أحد ما في الآخر اللي بيحصل ربنا بيدي له ضربة لأخيرة اللي يهلك فيها ويغرأ فيها ساعتها يوم يوقف رعونه وقام ربنا يقوله أنت ما تديتنيش فرصة يقوله إذا أنا ما تديك فرصة لو فتحت الكتاب كده اليوم مكتبين واحدة واحدة الفرصة اللي أنا أديتهاي لك بس أنت مستغلتش على واحدة منه طول أنات الله إنما يقتدنا إلى التوبة مثل تاني في طول أنات الله نين نوا ويونان اللي اتنين اللي اتنين مثال لطول أنات الله شعب نين نوا شعب أممي ما بيعبودش ربنا مش عايز يسمع كلام ربنا شعب يعيش في الخطيئة ده بل شعب يجد لزته في الخطيئة ربنا يفضل صابر عليه صابر عليه صابر عليه وبعدين في الآخر خالص ربنا يبعت لهم مين يونان يونان روح قل للشعب دوت اللي لم تتوب وترجعه تنقلب المدينة يونان يعمل ايه يونان مش عايز يروح يونان عايز يزوغ برده ربنا ايه يطول باله على يونان يوم ياخده ربنا يقول له يمين روح وراح في أقصى الشمال طيب ربنا يدي له انظر كده يقوم البحر يقول له خلي بالك في مشكلة عندك لازم ترجع ليك رسالة لازم تعملها بس أنا مش عايز ربنا ايه عشان ما ايه ما يخضبش من يونان فرح مدي له فرصة ثانية ايه يا رب الفرصة دي ان روح الناس النواتية اللي في السفينة يرموه في البحر فيروح ربنا عدد لحوت وايه وياخده ما ده من طول انات الله لان كم ممكن لحوت ياكله مش كم ممكن ياكله لا ربنا قاله طيب خلاص هديك فرصة ثانية يقعد يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلاثة ليالي يصلي يقول صلاة جميلة اوي وينزل الحوت يرمي على الشط يروح لأهل اللي نوى يقول لهم ايه الكلام اللي ربنا قاله ان لم تتوب وترجعوا فان المدينة ايه هتنقالب ربنا هيغضب عليكم مدينة مسيرتها ثلاثة ايام يونان عمل ايه مشي فيها يوم واحد بس المدينة كلها تتوب دي حاجة حلوة حاجة كويسة حاجة كويسة ان انت من اول ما تسمع صوت ربنا تستجيب يعني بصوا ده شعب بعيد عن ربنا خالص وسمع كلمة واحدة بس من يونان يوم واحد هو ماشي في المدينة يقول لهم شوار كده توبوا ورجعوا توبوا ورجعوا عملوا ايه تابوا احنا لما لقناها قدام ربنا يقول لك سمعت كم وعظة في كنستك سمعت كم مرة حد يقول لك لازم ترجع سمعت كم مرة باعترافك يقول لك سمعت كم وعظة على اليوتيوب بتقول لك كده ده رواية احنا اليوتيوب نسمع عوزات قد كده توبنا نعمل نسمع وعظات 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 ربنا قولك بتعمل ايه بالكلام ده يجو اهلي اهلي ينوى في اليوم الاخير الناس اللي تاب دي تقف قدام ربنا وانت قف قدام ربنا لك ده بص دول في يوم واحد تابوا انت بالك خمسين سنة عملت اسمها مش عايز تتحرط ورغم ذلك الله يفضل ايه مطول باله عليه نيجي المسأل تاني لطول أنات الله شاول شاول كان في الريسي بيتطهد الكنيسة يكره المسحيين ورغم ذلك الله فضل صابر عليه ومطول أناته عليه يا ربي ده بيتطهد كنستك ده بيقتل الولادك ربنا يقول لك لأ ده ليه إناء مختار أنا محتاجه أنا عايزه ساعات لما الكنيسة بتقع تحت دي تلاقي كل صلواتنا فيها روح انتقام كده ما عافش جاي منين ربنا يبصنا كده وانتوا إيه اللي بتعملوا ده انتوا بتصلوا ازاي كده يا رب انتقم من الناس دي ورب وولع في الناس دي ورب مش عارف اعمل ربنا يقول لك ايه تا ايه تا ايه تا ايه تا ومضي الولادي انا ايه انا عاوزه لو كان ربنا بيمشي بنفس منطقنا في ان هو ما يطول شائناته ويهلك الناس دي كن نخسرنا مين ونخسرنا بولس كن نخسرنا بولس برسيله ليه وكان ربنا ساعاتها هيبقى عادل كان هيبقى عادل كان هيبقى عادل لو كان جازة شاول على حسب التهاضر الكنيسة كان ربنا هيبقى عادل كان يبقى قاضي عادل زي مكتوب كده لكن رغم أن الله قاضي عادل لكن برضه عنده إيه عنده طول أناة عارف أن الشخص ده والتيومة هيرجع لربنا هيرجع بقوة هيرجع يجيب ناس كتير لربنا فهنا طول أناة الله كان لها صمر كبير نفس القصة ربنا أقول لك إيه أنا مستني ومطول أناتي عليه زي ما كنت مطول أناتي مع شاول شاول استغلوا طول الأناة ده إن رجع لربنا وجاب له شعب لا حصر له ولا عدد عمل ثلاث رحلات تب شريف كل أنحاء العائلة لك أنا بقالي سنين استني عملت إيه جبتي من الكنيسة ما بنعرفش نجيب بصحبنا لبيد عن الكنيسة إنه يكون واحد عرفه ما بيجيش الكنيسة الواحد هتبقاش عنده القدرة أنه يجيبه شوفوا بوليس الرسول ده اللي كان بعيد جيب كام واحد للكنيسة ده أسس كنائس مش جاب واحد لو كل واحد فينا يجيب معاه واحد ما بيجيش الكنيسة يعني مش عزي أقول لكم ربنا يفرح بالشخص ده قدي هيفرح بالاتنين هفرح أن أنت بتعمل عمل كويس إيجابي وهيفرح بابنه اللي كان بره ده هذا طول إيه طول الأناة إيه أهمية طول الأناة موضوع طول الأناة ده مهم قوي ليه لأنه دي ثمرة من ثمرة الروح القدس دي ثمرة من إيه من ثمرة القدس محبة فرح سلام وبعد كده نقول إيه طول الأناة ولطف ده بعد كده لكن تلاقوا طول الأناة وقع بين إيه بين السلام وبين إيه وبين اللطف كان ربنا يقول لك أن الشخص اللي عنده طول الأناة ده يحتفظ بسلامه ويبقى شخص لطيف مع كل الناس وده فعلاً الشخص اللي عنده طول الأناة تلاقوا بيش حاجة تهزه أبداً الدنيا تقوم وتقعد من حواليه ولا ليه؟ عنده سلام مش خايف في نفسها تلاقي إنسان لطيف يتحمل الناس عشان كده تلاقوا في صلاة باكر تلاقوا أول جزء أول قطع صليف البوليس وليه أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا إيه؟ كان من حق للدعوة لا تدعيتم ولا بكل تواضع قلب وإيه؟ وداعة وبعد كده طول الأناة نعمل إيه؟ محتملين بعضكم بعضاً يا بوليس الرسول على الصبح كده وانت قايم كده يقول لك معلش طول بالك واحتمل الناس معلش لأجل المحبة احتمل الناس اللي معاك الإنسان اللي عنده طول الأناة يحتفظ بسلامه وإيه هو دعته الشخص اللي عنده طول الأناة ما يسرعش للغضب ما تلاقوش غضوب ما يغضبش بسرعة ما يغضبش بسرعة يحتمل غيره وفي احتماله لغيره يقلل الغضب غيره يعني يمتص غضب الآخر لأن ساعات أنا ممكن أقول حاجة أقول كلمة تخلي اللي قداميه شيت صح؟ مش بتحصل؟ ممكن أقول كلمة لأن أنا مش صابر مش قادر أصبر فأخلي اللي قدامي ما يتحملش يقول لكلام اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يوهي جسد لو أنا ما عنديش طول الأناة هيبقى كل كلامي موجع فالناس ما تستحملش فيبقى فيه الغضب من ناحيتين عشان كده واحد من العلاجات اللطيفة لحالة الغضب يكون غضب أنت لازم تطول بالك شيء جميل في الشخص الطويل للأناة أنه يبقى هادي من جوه شيء طبيعي ممكن أبين أن أنا عندي طول الأناة بس أنا من جوه أبقى بغلي مش قادر أتحمل لكن الإنسان اللي عنده طولة الأناة كالصمر من روح القدس تليه من جوه هو هادي عشان كده اللي بيطلع عليه أنه يبقى هادي لكن فيه ناس بتحاول تمسك نفسها وده كويس ده مش وحش إنك تحاول إنك تملك نفسك دي كتابل لك مالك نفسه خيره من مالك مدينة ممكن يبقى فيه شخص قدامك يعني يستفزك يقول لك كلمة مش كويسة فأنت تتملك عصابك بس من جواك تبقى عاوز إيه عاوز ترد مش قادر مش مستحمل ده معناه أنه لسه صمرت صمرت طول الأناة دي لسه عندك إيه مستويتش لسه خضرة يحتاج إيه تشتغل عليه ربنا يدينا إن إحنا في هذا المساء المبارك إن إحنا يكون عندنا فضيلة طول الأناة إن كل ما يكون ليك طول الأناة مع أخواتك ربنا كمان يبقى طويل الأناة معاك يقول لك كل ما يتريدين أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا لو عايزين الناس تستحملكم لازم نستحمل الناس هي المعادلة كده كل اللي أنت بعايزوا تترجاء في الناس تعملوا معاك لازم أنت كمان تعملوا مع الناس لنك لو ما عملتوش ما تستنهوش صح كده ربنا يدينا كل نعمة وبركة ويدينا نحن نتحلى بصمرة الروح القدس وهي طول الأناة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد شكرا شكرا